سوف تبدأ بها أستاذ جيمي سوف تبدأ في أكثر لقطة يمكن الماتش لسه خلصان من وقت ولكن كان عندنا ستوديو قبل الحلقة كريم أكثر لقطة اتسألت عليها وأنا جاي في الطريقة يوسف أيمن ليه اتغير مركزه من السنتر باك ليه وسط الملعب في خلال المباراة وهو الراجل ما بيلعبش ما بيلعبش وسط ملعب الراجل بيلعب لعب باكليفت مع متخب كتر ولعب في قلب الدفاع تعالى نشوف علشان نمشي الحالات وأقول لك هو ليه هو ليه نقل مركزه لأنه راح اشتكى مرتين بص دي لقطة الإصابة صعبة قوي صعبة قوية قوي حدسة كبيرة جدا جدا ما بين محمد السيد لعب وسط نادي الزمالك وما بين يوسف أيمن الحمد لله رب نسطرة بص هنا بص عادي وقف هنا وقف هنا وقف هنا ارجع سن ارجع فريمين وقف بص دي اللقطة الأولانية الراجل مسك دماغه حسنه ضايخ دي اللقطة الأولانية هات بعديها اللي كان خلص تغييراته اللي كان خلص تغييراته من أول خبطة لو الأهل ما كانت تغييراته لسه فيها كان غيره من أولاية الخبطة قادي الأولانية هات اللي بعديها على طول بقى أقل من ثواني هتلاقي الراجل هيستلم أول ما هيباصي عنده مشكلة حاسس انه لسه فيه الخبطة لسه مأسرة عليه واخدأ من تركيزه بص كمل تاني كمل هتيجي اللقطة دلوقتي تاني وترجع الكرة وهتبين الراجل بعد ما يعمل باصة حاسس انه لسه فيه عنده مشكلة هيباص الكرة هاي الراجل هيمسك دماغه تاني ويوطي لتاني مرة الراجل ده بالمنظر ده كده وقفن مستحيل يعمل التحام هواي مستحيل يعمل التحام هواي بأي شكل من الأشكاله إلا هتبقى فيها خطورة عليه وعلى راسه وعلى هو قلبه مش هيده أصلا فمستحيل فدي ممكن تعمل كارسة والأهل يخلص وهو واقف على الخط هبق اللقطة اللي بعدين على طول مارس الكرة كان بيكلم عنه ويغير ويكمل المطش ناقس وبعدين لما هو اللعب قال له لا أنا تمام مقادر ومركز هتيجي دلوقتي قال له هتنقل بص يا كريم عمال بيتطمن عليه وقف مع الدكتور هو الراجل اتكلم معاه انه هيلعب لا هيكمل هيلعب لا هيكمل تعال اشوف بقى بعد التغيير مارس الكرة هريقول له هتغير مكانك كمل كمل بقى وبص مكانه فيه اللعب اللي حط يده هو الرجع مالش شي فريم واحد اللعب اللي حط tydo اللي بتحرك ده اللي بتحرك ده او اللعب اللي بتحرك ده افش بص اللي على الطول اللعب اللي بتحرك حإيال ا geral عايز اخترجع الكرة قبل القوت ونشوف مين اللي لقى المكانه عمل الترانزيشن ده حول اللعب ود قبل القوت تحايد الكولر القابل قاوت على طول. هتاق اللاعب اللي نقل مكان هو عمر السلية. لعب جنبه في قلب الدفاع. علشان الكولر. اهو. اللاعب اللي طيب هطلع من الفريم دلوقتي ده. هو عمر السلية. هو اللي لعب قلب بدفاع جنب ياسر إبراهيم. حفاظا على اللاعب. وان كمان يوسف ودي نقطة كولر. اكيد هو عارفها ومدركها جيدا. كورة يوسف ايمن كورة جيدة. اكتر من تمريرة سليمة من التلت التانية التلت التالت في المباراة وهو بيلعب وهو مصاب. هي اللقطة دي. لقطة المباراة بالنسبة لي. انه الراجل كان هيخرج. ان الراجل صمم انه يلعب. تلاتة. تلاتة. ان كولر حافظ على حياة اللاعب. وحافظ على وجوده في الملعب. وانه يكمل مباراة 11 بالنقل يوسف من قلب الدفاع. علشان ما يلتحمش في اي كرات هواقية. رغم انه كان وارد انه يلعب في وسط الملعب. يوسف ايمن غلطان. مرسل كولر لو ما صرش انه يوسف ايمن يخرج. اهو قال له انا كويس. في كل الاحوال. طبع. حياة البني ادم اهم من المباراة ومن السوبر ومن بطولة ومن اي حاجة. فانا يعني بص معلش معلش يا ايمن ياسف. قول. راجل يوسف ايمن وعظيم وجميل وكل حاجة تمام. بس اجماعة ما هدي برضو نقطة انا مش عايزها تبقى ايه. وكا اننا بنقول للعيبة. ارمي نفسك. بالتضحيات بتاعتك داية مقدرة. مقدرة يا وخلاص. والحمد الله عدت على خير. بس في مرة تانية مش هتعدي على خير. بس هقول لك فانا ما اعتقدش.